هقولك على كام نصيحة وكام تمرين هيخلوك تاخد قرار ان انت تلغي قرار عملية تغيير مفصل الفقد او هيقللولك بكتير جدا من اعراض وقلم وتنميل مفصل الفقد لو انت مشيت معي للفيديو للاخر وطبقت التمرين بشكل كويس عشان كده لازم تكمل معي لاخر فيديو هقولك على تمرين هتحللك المشكلة دي اول نصيحة حابة بقولها لك لو انت وزنك تقيل او وزنك زايد عن اللزوم او في الفترة الاخيرة بدأت تم لو وزنك يزيد شوية وده بدأ يعني عكس على الفقرات القطنية بيحصل لك الام في اسفل الظهر وممكن الالم يزهر بتنميل في منطقة الفقد الامامية او الخلفية فانت لازم تخلي بالك لان الممكن الكلام ده يزود لك من الخشونة في مفصل الورك او مفصل الفقد وكمان ممكن يعمل لك خشونة في اه مفصل الرجبة ودي من المشاكل الصعبة جدا والمشاكل الكبيرة جدا اللي ممكن تتطلب زي ما قلت لك في بداية الفيديو اللي انت ممكن تخش تغير في عملية كبيرة جدا لمفصل الورك او مفصل الفقد وكمان مفصل الرجبة فلازم تخلي بالك ان انت تحاول تقلل من كميات الاكل اللي انت بتكلها والسكريات والنشويات ولازم تقلل وزنك ولازم تتابع مع حد مختص في النقطة دي عشان توصل لبر الامان وتتفايد قراري العملية فبالتالي لو انت وزنك زايد شوية لازم 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 وده اول خطوة في العلاج ان انت تحاول تخلي بالك من كميات الاكل وتمارس الرياضة بشكل كويس وتطبق التمرين اللي انا هقولها بحيس ان وزنك يبدأ يقلل شوية فده بشكل غير مباشر هينعكس على الامك في اسفل الظهر لو انت بتحس بالام في اسفل الظهر هيقلل لك من التنميل والالم والحرائيين اللي بيحصلوا حولين مفصل الفغض واللي بسببهم انت بتلاقي فيه صعوبة فيه الحركة او ببدأ يظهر عندك اعراض لخصونة في مفصل الفغض او مفصل الورج وكمان لو انت عندك الام في رجبتينك الاتنين وده بقى ايضا شوية على موضوعنا النهاردة في الفيديو فده بشكل غير مباشر هيقلل لك من العراض اللي انت بتحس بها تاني نصيحة حابة بقولها لك ان انت لازم تبقى بتاخد بالك من الطريقة اللي انت بتجلس بيها او بتقعد بيها سواء على الارضة او على الكرسي سواء في كرسي العربية او الكرسي الشغل او لو انت من الهواء اللي انت بتحب بتاعها وتاكل على الارض فلازم تخلي بالك ان رجبتك الاتنين ما يتنوه الزيادة عن تسعين درجة او حتى مفصل الفغض اللي هو صلب الموضوع عندنا النهاردة ما يتنش بدرجات كبيرة وما تبقاش قاعد حاطة مفصل الفغض في وضع تاني كبير جدا لان ده بيحط وده اخت رهيب جدا حوالين الغضاري فوق الاربطة اللي بتصبرت او بتدي او سبات لمفصل الورك او مفصل الفغض فلازم تخلي بالك وتعدل من وضعيتك وتبقى قاعد زي ما انا مشاور في الصورة كده سواء قاعد بتاكل قاعد سايق فترات طويلة او قاعد بتشتغل فلازم تخلي بالك ما تحطش المفصل في وضع تاني الفترات طويلة عشان ده يريفليكت او ينعكس على القلم اللي انت بتحس بي اما اول تمرين حابة بقوله لك وده من التمرين المهم جدا 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 عشان يدي سبات لمفصل الفغضة او مفصل الورك كل اللي انت هتعمله زي ما انت شايف في الصورة او في الفيديو اللي بتعرض قدامك ده كده هتنام على جنب من الجنبين ولو انت عندك اصابة في المفصل الايمن لازم تعمل برضو التمرين على الجنبين سواء المفصل الايمن والمفصل الايصر المفصل اليمين والمفصل الشمال تمرين بسيط جدا وسهل جدا زي ما انت كنت شايف وزي ما بيتعرض دلوقتي كده كل اللي انت هتعمله ان انت هتبقى نايم على جنبك بالشكل ده وهتتني رجبتك الاتنين بحيس ان هم هيبقى عاملين خمسة واربعين درجة وهتلف بوسطك لقدام ما يكونش لافف الورق يبقى انت كل اللي انت هتعمله ان انت تبقى نايم على جنبك اليمين مثلا وهتلف بوسطك لقدام والانكل سابط كل اللي انت هتعمله اللي انت هتعمل الوضع ده وهترفع رجلك اللي فوق وهتثبت تلت ثواني وتريح تاني بعد ما تثبت من تلت لخمس ثواني وتنزل تاني التمرين ده هنعمله تلاتين مرة تلات مرات في اليوم يبقى التمرين ده اتفقنا كده من الاول كده ان احنا هنعمله على الجنب اليمين والجنب الشمال لو هنعمله على الجنب اليمين زي ما انت كنت شايف هتنام على جنبك اليمين هتتني رجبة الخمسة واربعين درجة وسطك ملفوف لقدام مش ملفوف لورا الانك اللي عندك او الكعب لازق في الكعب وما بيتحركوش خالص وكل اللي انت هتعمله اللي انت هتفتح رجلك اللي فوق وتبعد عن رجلك اللي تحت وهنسبت فوق من دلت لخمس ثواني وبعد كده هننزل تاني التمرين ده هنعمله تلاتين مرة تلات مرات فيديو. اما التمرين اللي بعد كده من التمرين المهمة جدا 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 بس شبيه شوية بالتمرين الاول زي ما كنا بنقول انت بتكون نايم على جنبك اليمين وهتقرره برضو على المفصل اليمين والمفصل الشمال المرة دي الرجل اللي تحت هتكون متنية او مفروضة مش هتفرق لكن الرجل اللي فوق اللي هتقوم بالتمرين هتكون اه مفروضة ورجع الورا شوية بحيس ان هي تكون لمسة الحيطة اللي انت نايم ناحيتها او لمسة السرير اللي انت نايم ناحيته وهتقوم برفع رجلك زي ما كده وهنرفع فوق ونسبت من ثلاث لخمس ثواني والتمرين ده من التمرين المهمة جدا هنسبت فوق من ثلاث لخمس ثواني وهنعمله تلاتين مرة ثلاث مرات في اليوم ولو هنعمله على جنب الشمال كل اللي احنا هنعمله هنعيده برضو هنعم على جنبنا الشمال الرجلين اللي فوق هتبقى هتترفع لفوق بس من هي وراء شوية او في الخلف وهنسبت فوق من ثلاث لخمس ثواني التمرين ده هنعمله تلاتين مرة وثلاث مرات في اليوم. اما التمرين اللي بعت كده هو من التمرين المهمة جدا جدا جدا. اللي بتتارج التقوية للعضلات المفصل الفخد الامامية او العضلة الامامية الربعية. فبالتالي التمرين ده من التمرين المهمة جدا واللي هيأثر فيه رحلة العلاج بتاعتك. كل اللي انت هتعمله زي ما انت شايف كده هتكون نايم على الارض وتاني رجبتك التانية. اما الرجبة المصابة كل اللي انت هتعمله اللي انت هتاخد وش رجلك عليك زي ما انت شايف كده وهتطلع وتفرد رجبتك وهي مفروضة وهتاخد الطرف السفلي كله لفوق وهنزبط لحد مستوى الرجبة التانية من تلات لخمس ثواني بعد ما نزبط من تلات لخمس ثواني هننزل بالراحة جدا وهكذا هناخد وش رجلنا علينا زي ما انت شايف كده وهنطلع لفوق ونزبط من تلات لخمس ثواني وين رايح التمرين ده هنعمله تلاتين مرة تلات مرات في اليوم التمرين ده مش من الضروري لو احنا عندنا اصابة في الجزء الشمال مش من الضروري نعمله على الجزء اليمين لكن من الافضل نعمله على الجنبين عشان ان يكون فيه توازن ما بين طرفين السفليين اما التمرين الجاي هو من التمرين المهمة جدا 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 اللي برضو بيهدف الى تقوية العضلات الخلفية في مفصل الورك فالتمرين ده من التمرين المهمة جدا لكن ده بالاخص لازم تعمله على الجزء اليمين والجزء الشمال ما تعملش على اليمين بس وما تعملش على الشمال بس حتى لو الاصابة عندك في الجزء اليمين بس او في الشمال بس. كل اللي انت هتعمله المرة دي ان انت هتبقى نايم على وشك زي ما انت شايف كده وهتكون فارد رجبتك الاتنين على الاخر وهتقوم برفع الطرف السفلي من خمس لعشر سنطي بس وهنسبت في الوضع ده من ثلاث لخمس ثواني ونريح. بعد كده نرفع برضو الطرف السفلي من ثلاث لخمس ثواني وريح. لو افترضنا اللي احنا عملناه على الجنب اليمين هننقل بقى بعد ما خلصنا التلاتين مرة هننقل على الجنب الشمال برضو احنا فاردين رجبتنا على الاخر زي ما انت كنت شايف كده وهنرفع الطرف السفلي من ثلاث لخمس ثواني بعد كده ننزل نريح تاني. اما التمرين اللي بعد كده هو من التمرين المهمة جدا 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 ومشهور جدا والتمرين ده ما تعملوش لغير لو انت حسيت بارتياح شوية او ما عمل لكش مشكلة وانت بتعمله. يعني لو طبقت ولقيت فيه مشكلة لأ هنتوقف عنه وهناستمر في كل التمرين اللي قلتها قبل كده لحد محلتنا هتتحسن وننجل نجرب التمرين ده لأ قادرين نعمله فنبدأ نعمله. التمرين ده من التمرين المشهورة جدا وهو اسمه تمرين البلانك وكل اللي انت هتعمله ان انت هتبقى نايم على وشك وبعد كده هتر زي ما انت شايف كده هترتكز على كوعك الاتنين وترتكز على ترتيف صابعك والتمرين ده من التمرين الصعبة شوية اللي بيعمل تقوير كل عضلات جسمك بدون اي استثناءات خاصة العضلات المحيطة بالكور او عضلات المحيطة بمفصل الفخدة او مفصل الورك يبقى كل اللي انت هتعمله ان انت هتبقى نايم على وشك وهترتكز على كوعك الاتنين وعلى صوابع او ترتيف صوابع رجلك الاتنين طب هنستمر فيه قد ايه واللي يكون عشان احنا عندنا اصابة فلازم نخلي بالنا ان احنا هنستمر فيه خمستاشر ثانية ونريح بعد كده هنطلع هنرتكز على كوعنا الاتنين وعلى ترتيف صوابع عنا وهنستمر برضو خمستاشر ثانية فاحنا هنعمله ايه هنعمله خمستاشر ثانية تلات مرات على مدار اليوم اما التمرين اللي بعد كده هو شبيه شوية بالتمرين اللي كنا لسه قيلينه هو من شوية اللي هو تمرين البلانكو كل اللي انت هتعمله ان انت هتبقى نايم على جنبك بعد كده هترتكز على كوعك اليمين وهترتكز على تراطيف صوابعة من الجزء الخارجي من القدم وهنسبط في الوضع ده برضو 15 ثانية بس خلي بالك ان احنا هنعمله 15 ثانية 3 مرات على مدار اليوم لكن احنا عملنا الجنب اليمين فما ينفعش ان احنا ما نعملش الجنب الشمال عشان يكون فيه بالانس ويه توازن ما بين عضلات الفغد الجانبية سواء اليمين او الشمال او عضلات البطن زي ما احنا اتفقنا ان التمرين ده من التمرين المهمة جدا لو عملته 15 ثانية 3 مرات على مدار اليوم في الجزء اليمين لازم تعمله 15 ثانية 3 مرات على الجزء الشمال على مدار اليوم انا كده خلصت كل التمرين وكل النصائح اللي كنت حابة بقولها لك وبتمنى لك الشفاء العاجل ولوليك اي كومنت ممكن تسيبهولي تحت في الكومنتات وهرد عليك في اسرع وقت واتمنى ان انت اشترك في القناة عشان يوصل لك كل جديد من كل التوعية اللي احنا كنا بنعملها سواء في امراض العزام او العلاج الطبيعي وكيفية التمرين او العلاج المناسب لكل المشاجر المختلفة فما تنساش تشترك في القناة عشان يوصل لك كل جديد للفيديوهات المختلفة